السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً لكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نوضح في أي شهر تزرع الملوخية بداية تزرع الملوخية أعزائي بالطريقة العادية في شهر مارس وإبريل أي الشهر الثالث من السنة والشهر الرابع حتى يأخذ منها حشتان وتترك بعدها للأزهار أو للإزدهار في شهر مايو ويونيو ثم نقوم بجمع القرون بعد اكتمال النجة وقبل أن تفرت البذور في شهر سبتمبر أو أكتوبر أي شهر التاسع والعشر ومن ثم نقوم بنقلها إلى جرني وتدقى وتغربل جيداً ثم تعب البذور فذلك يعطي تقريباً 100 كيلو جرام من البذور لألفاداني الواحد فقط وبالتالي أتمنى لكم دوام الصحة والعافية